الموضع الذي ترتفق به الرعية ولا تغلو فيها الاسعار تقع بين انهار وقريبة من البر والبحر والجبل ذا كما قاله ابو جعفر المنصور يوما عندما وقعت عينه للوهلة الاولى صوب الارض المكرمة المبجلة بغداد بغداد ثاني اكبر عواصم الشرق الاوسط يجسد اسمها الجنان الخصيبة في اللغتين البابلية والاشرية هنا يمكنك الغوص بالتاريخ قليلا فتستشعر الثقافة عبر طيف واسعا من المتاحف والمدارس التاريخية والمكتبات والمسارح تطرز اثرها الاسلامية باسوار عباسية ودار الخلافة والمدرسة المستنصرية والاسواق القديمة وبيت الحكمة والقائمة تطول لامتداد عبق التاريخ على ارضها اطلق عليها الخليفة المنصور اسم السلام لان السلام هو الله لتكون مدينة الله الخالدة ودفع جمالها واسمها الكبير على وقع المسامع بالقاب من الغزل كالمدينة المدورة ومدينة المنصور والزوراء ودار السلام كل ذلك تفاؤلا بالسلامة في الحياة والنجاة من الاعداء حتى غلب اسم بغداد على الالسنة وبقي خالدا على مر العصور هي الوحيدة التي قيل عنها عاصمة الدنيا فكانت بغداد ولا تزال منذ الف ومائتين وثمانية وخمسين عاما قبل اليوم شهدت الدنيا بغداد المدينة الاجل والكهف الاضل والملاذ المفخم ملجأ الفقراء والامراء ومحط رحال الفضلاء والكبراء اشتركوا في القناة